علاقتي باللغة العربية ربما هي ممتدة ومتجذرة في الوجدان لأن أنا أنتمي لمدينة أو ولاية حدراباد في الهند هذه الولاية أصلا لها ارتباط وثيق في البلاد العربية لأنه كان حاكمها في الدولة النظامية هؤلاء من البقايا المغول الحكام المغولي اللي حكموا أجزاء من الهند فكان الاعتماده بشكل كبير وثقته على العرب اللي يعني خنقول استقطبهم من جنوب الجزيرة العربية ومن بلدان مختلفة وكان الحقيقة يثق فيهم فكان للعربية طبعا أثر كبير جدا في أهل حدراباد وفي خنقول اللغة الأردية أساسا لأن اللغة الأردية تأسست لاختلاف الثقافات والجنسيات واللغات الموجودة في الهند فتكونت لغة اسمها الأردو الأردو بمعنى الجيش فهي اللغة طبعا ثلاثين بالمئة تقريبا وخمسة ثلاثين بالمئة حسب الدراسات من ألفاظها ومفرداتها عربية الأردو والبقية طبعا تركية وفارسية وفارسية وسنسيكريتية وهندية لغات الهندية الأساسية هذه الخلفية أثرت فيني باعتبار أن اللغة الأردية هي لغة الأساسية لغة الوالدين طبعا فأنا لما قدمت المملكة العربية السعودية كان عمري تقريبا ثلاث سنوات ولا أربع سنوات وسبحان الله الله حبس لساني عن النطق وما تكلمت إلا في العربية يعني ما تكلمت أي لغة ثانية فبدأت أتكلم العربية ثم سبحان الله انتقلنا إلى المدارس الحكومية النظامية وبدأت تعليم باللغة العربية فربما هذه الأسباب ساهمت في تكوين اللغة العربية علاقتك مع لغة العربية بدأت بالعامية أو بالفصحة بعد ذلك أتقنت العامية سنقول على المسارين كلها بالنسبة للفصيح طبعا بحكم الدراسة النظامية في المدارس الحكومية كانت باللغة العربية الفصحة في الحلقات تحفيظ القرآن وكذا حفظ القرآن لأن الحمد لله حفظ القرآن كامل وهذا أثر على لغتي وجدتي للغة العربية الفصحة طبعا العلاقة في زملاء المدرسة واصدقاء الحارة وكذا طبعا باللغة العامية وهذا أسهم أني أتمكن وتعرفين اللغة دائما هي لغة ممارسة وجدنا ناس كثيرين أتقنوا اللغة العربية الفصحة من أبناء بلدية وغيرهم لكن إتقان اللغة الدارجة هذا صعب بحكم أنه لا بد تتهيئ ظروف معينة حتى الواحد يتقن مع قصتك مع اللغة العربية إيش تعتقد لغة الأم بالنسبة لك هل هي اللغة العربية أم أكيد اللغة العربية هي بالنسبة لك هي لغة الأم طبعا طبعا إنه في مقولة يقول لك اللغة اللغة إحلامك ولغة حديثك مع النفس وفي مقولة أخر يقول لك لغتك حين تغضب هي لغتك الأساسية وهذا طبيعة الحال نفس وضع يعني هي اللغة العربية كيف بدأت علاقتك مع الشعر؟ أنا الوالد متذوق الله يرحمه للشعر طبعا شعر الأردو ويحفظ كثير منه لكنه ما تمكن كتابة لكن جد والدتي كان شاعر وله ديوان باللغة الأردية تمام جد والدتي وكان توصولهم أيضا من الأتراك وكذا يعني فيمكن هذا موجود في الجينات فأنا لما قدمت المملكة العربية السعودية بدأ حبي للشعر مع دراستي للمحفوظات والأناشيد والنصوص الأدبية في المدارس النظامية وبعدها بدأت حاول أن أكتب قصائد أو خنقول أبيات مكسرة في الزملاء في الفصل وكذا وبعدين عرفت عدد إيش معنى أوزان شعرية وإيش معنى قافية وإيش معنى كذا بعدين في المتوسطة توجد الشعر بعدة لغات أو فقط بس باللغة العربية؟ حاولت الحقيقة أن أكتب لغة الأم لكن تعرفين الشعر هو نتيجة بيئة ويخل نقول معاناة وأشياء كثيرة يعني هذه ما توفرت لي أنا في لغتي الأم اللغة الأردية وإن كنت تعتبر اللغة العربية هي لغتي الأم صراحة يعني ما تكلمت إلا بالعربية يعني فلا أكتب إلا بالعربية الفصل سبقوا ألقيت قصيدة في مهرجان الإبل حدثنا عن هذا القصيد هذه لها قصة الحقيقة أنا أول يعني توفرت لي فرصة للعمل في نادي الإبل وكان مهرجان الإبل مهرجان ملك عبد العزيز في الصياهد الجنوبية في محافظة رماح فأول ما يعني يعني عرفوني الزملاء وكذا قالوا هذا شعر بالفصيح فقال لي واحد من الزمل هناك قال لي فصيح لا تقول القصائد فصيحة لأنه ترانا إلى الحين نطقطق على سكنانا الله يمسي بالخير الشعر كبير حيدر العبد الله وقصيدته من روايا الشعر يكفي أنها قيلت في أعظم وطن وفي أجمل ممدوح يعني ولكن هذا صراح سبب أني ردت فعل فما ألقيت القصيدة هذه فالأول مرة صراحة ألقيها هنا في هذه المناسبة طبعا القصيدة هي على نهج المعلقات المشهورة طبعا نهج معلقة الحارث بن حلزة اليشكري طبعا هو شعر من شعراء المعلقات وقصيدته آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء آذنتنا ببينها ثم ولت ليتشعري متى يكون اللقاء وأنا على هذا النسق يعني كتبت قصيدة معارضة من أجواء مهرجان الملك عبد العزيز الإبل قلت صبحتنا بإبلها أسماء رب حسن تسوقه حسناء صبحتنا وما لصبحي نور قبل أن تلتقي به أسماء أقبلت تمسك الخطام وقلبي عندها فهو والرحول سواء والمغاتير خلفها فاتنات كل لون به يشع البهاء طبعا هي ست ألوان للإبل بنذكرها في القصيدة والمغاتير خلفها فاتنات كل لون به يشع البهاء ها هي الوضح كالسحاب تلاقت تبعث الأنس فالرؤى بيضاء عشقنا الشقح إن بدت تتهادى يسلب العقل زينها والصفاء تقبل الصفر والدلال تجلى عندها والجمال والكبرياء تشعل الشعل ساحة العرض دوما مثلما تشعل الهوى الشقراء هكذا الحمر زينها متماد منتهى الحسن ناقة حمراء عاشق الزين في المجاهيم حسن لو تأملت لا تقل سوداء تنشر السعد في الدنى ألوان ستة تكتسي بها الصحراء ما رآها الحزين إلا توارى همه فهي للدنى سراء حالنا في غرامها كل لون فيه سحر كذا تكون النساء قلت والشوق عارم أسماء قد هرمنا متى يكون اللقاء فانثنت في حيائها ثم أغضت زينة العيد زينة الغيد حشمة وحياء ثم قالت هنا الصياهد يلقى كل قلب مناه حيث الهناء مهرجان المؤسس اليوم أضحى موردا والعاشقون فيه رعاء والصباحات فرصة لارتواء ليت شعري أن يمكن الارتواء والمساءات باللقاءات جذلا تشرق النفس حين يأتي المساء والأهازيج للصبابة تدعو والهوابيل يقتفيها الرغاء داعبتنا ربابة بحنين بين أنغامها تسامى الغناء ردد الصمت بعد عام طويل ارحبوا كلكم ورد العطاء عاش سلمان من أعاد إلينا عهد عبد العزيز فالقوم جاء هاهنا ملتقى جيوش كرام وحدت أرضنا فعم الضياء أسس المجد والعصور شهود والطموحات سقفهن السماء وليعش سيدي محمد ظلا وارف العزم كي يعيش السخاء قالها المستحيل ليس سعودي والكرامات ما لهن انتهاء رؤية ترسم الأصالة جسرا للأمان ليستجد البناء وابن حثلين فهد ابن فلاح ليس تكفيه قمة شماء كلما نال قمة رام أخرى عادة الشمس همة وارتقاء عزنا الإبل حاضرا وقديما ولها في قادم الزمان الولاء بعد خمس واربعين تولت آذنتنا ببينها أسماء ودعتنا وفي الدموع حكايا لم تقلها عيوننا البكماء هل ستمضي وهل سترحل حقا أم تخيلت والخيال عناء بعد عهد لنا بقرب رماح حينما رحبت بنا الدهناء بين رمحية إلى فيحان يوم طاب الجنى وحل الصفاء غادرتنا لكنها وعدتنا شيمة الحر صدقه والوفاء ودعتنا إلى لقاء قريب بعد عام هنا يكون اللقاء تجربتك في تجربة أمير الشعرى طبعا هذا تعود للموسم الأول من أمير الشعرى في أبوظبي كان عام 2007 تقريبا زلت إعلانات لترشيح الشعرى للمشاركة في المسابقة وكان الإعلان في البداية للشعرى العربية من البلدان العربية ففي أحد الزمل الحقيقة يقترح عليه أني تقدم للمسابقة فقلته حسب الشروط لا تنطبق عليه لأن المطلوب شعراء عرب لكن الحمد لله أرسلت لهم فأجاني الرد أنه والله أنا توقعت في البداية الحقيقة أنه مقلب من أحد الزمل لكن صار الفرصة موجودة وذهبت إلى أمير في أبوظبي وشاركت في المسابقة وترشحت الحقيقة إلى الأدوار المباشرة 35 شاعر كان المتقدمين أكثر من 5000 شاعر تقريبا فتم تصفيتهم إلى 35 شاعر وأنا كنت في الموسم الأول وكان معنا يمكن الشاعر الجاسم الصحيح من السعودية الله يمسي بالخير وشعره الحقيقة على مستوى عالي من وطن العربي وتوفقنا الحمد لله وكانت فرصة أننا الجمهور يتعرف علينا وعلى تجربتنا فريق الأعداد مجهزين لنا مقطع فيديو إذا نشوفه ونرجع بعدها نعلق عليه وعاد عيدكم باليمن والمسرات والفوز بمرضات الله والجنات أرض القصيم وموطن الأمجاد أرض القصيم وموطن الأمجاد تزهو بعيد ليس كالأعياد تزهو بعيد الفطر يعقب بيعة فيها ولي العهد بدر بادي فيها بن سلمان الأمير محمد فيها بن سلمان الأمير محمد بشرى لفجر باسم وقادي عون لسلمان المليك المفتدى حصن لمملكة عن الأحقاد عيدان هذا اليوم عيدان هذا اليوم والتقيا معا كي نقطف الأفراح قبل حصادي أهلا بفيصلنا الأمير الشهم أهلا بفيصلنا الأمير الشهم من أهدى القصيم قلائد الإسعاد قد عاد عيدك يا ابن مشعل ناشرا عطر البشارة ساعة الميعادي فهد بن تركي نائب لأميرنا قد جاء يحيي سيرة الأجداد أهلا بأهل الطيب نسل إمامنا عبد العزيز موحد الأضداد من بالمحبة أسس المجد الذي نحياه من بالمحبة أسس المجد الذي نحياه هذا اليوم فوق بلادي حدثنا عن مشاعرك وقتها طبعا أول شي أشكر الحقيقة للزملاء في الإعداد لاختيارهم القصيدة هذه يعني ذكرت من الحقيقة بأربعين عام قضيتها في ربوع القصيم إحنا طبعا أول ما جينا الحقيقة انتقلنا من جدة إلى القصيم وكان في البداية يعني خلينا نستطر شوي كان الموضوع صعب علينا إحنا كوافدين للمملكة إنه جدة قريبة من الحرمين والأجواء كانت ربما الأجانب أفضل يعني أو الوافدين خلينا نقول أفضل من الأجانب فأربعين سنة الحقيقة تعلمت فيها اللغة العربية في مدارس القصيم تعلمت يعني أسلوب الحياة الحقيقة الأخلاق الطيبة أخلاق أهل المملكة العربية السعودية في هذه المنطقة الجميلة واضطريت الحقيقة بحكم العمل أني أنتقل الرياض قبل خمس سنوات لكن ما زلت الحقيقة وكلها كل مشاعر الود والوفاء الذي يعبر فيها الإبن لوالدته يعني أعتبرها الأم بالنسبة لي القصيم فكانت هذه اللحظة الحقيقة من ضمن اللحظات التي لم أنساها لأنني كنت من المفارقات أني أقدم كثير في حفلات بحضور أمراء المنطقة يعني الله يحفظهم ويبارك فيهم أعطوني الثقة الكاملة وما كان فيه الحقيقة أي فوارق أنه والله تمنعني من الظهور على منابر مهمة ورسمية زي هذه فشكرا للحقيقة الجميع وشكرا للمملكة الغالية على قلبي